لو بصت معايا على أوضاع البلاد العربية النهاردة بكل اللي بيحصل فيها من أزمات وكوارث وهزايم وضعف وانقسام هتكتشف حاجة عجيبة جدا حاجة هتجاوبك على أهم سؤال ممكن يخطر في بالك وهو إحنا إزاي وصلنا لكده الحاجة دي هي أن أغلب مشاكلنا الحالية بدأت مع شوية أشخاص عرب من بينهم حكام وملوك خانوا بلادهم وشعوبهم العربية وودوهم في دهية وكل ده مقابل مصلحتهم الشخصية سواء بقى المصلحة دي شوية فلوس أو بقاءهم في الحكم فتعالوا بينا نعرف يا ترى مين هم أسوأ عشر خوانة في تاريخ البلاد العربية وإيه هي قصة حياتهم وعملوا إيه وكيف خانوا وكيف كانت نهاية كل واحد منهم ومين هم الملوك العرب اللي باعوا البلاد العربية لصالح الأعداء وللتوضيح طبعا مش محتاج أقولك أن تاريخ العرب كان فيه الكتير من الخوانة وأكيد مش هنتكلم عنهم كلهم لأنهم كتير جدا السراحة وللي شاف الفيديو اللي عملته قبل كده عن الخوانة في التاريخ الإسلامي أحب أقولك أن فيديو النهاردة مختلف تماما لأنه هنتكلم فيه عن أهم عشر خوانة في تاريخ البلاد العربية فقط بس ياريت قبل ما نبدأ ما تنساش تعمل للفيديو لايك وتشاركه مع أصحابك عشان يوصل لناس أكتر وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان الفيديوهات الجديدة توصلك أول بأول تقدر تقول عنه أول خاين في تاريخ العرب سجلته الكتب عاش الشخص ده في اليمن قبل مولد الرسول صلى الله عليه وسلم بفترة قصيرة وفي الوقت ده كانت اليمن محتلة من الحبشة أسيوبيا حاليا فقرر حاكمها إبراها الحبشي أنه يروح بجيش ضخم من اليمن ويهدم الكعبة لكنه كان محتاج دليل في الصحراء يدله على الطرق والمصارات المناسبة لجيشه من اليمن لمكة مين بقى يتطوع من نفسه للوظيفة دي؟ أيوة أبو رغال اللي قرر خيانة أهله وإخواته العرب والمشاركة في هدم الكعبة مقابل مبلغ مالي كبير وصار إبراها وجيشه وراء أبو رغال لحد المسجد الحرام وحصلت القصة الشهيرة اللي احنا عارفينها لكن في منطقة اسمها المغمس قرب الحرم المكي انتهت حياة أبو رغال بصورة غامضة ومن وقتها أصبح رمز للخيانة شفت أنا جايب لك سلسال الخيانة من أول مين تابع معايا بقى للآخر عشان هتشوف مفاجآت مذهلة مش هتخطر في بالك أنا نفسي تفاجئت منها وتحديك تكون سمعت عنها قبل كده تاسع واحد معانا اسمه فخر الملك ردوان ابن توتش شوف يا أخي الأسماء عظيمة إزاي بس المضمون ولا حاجة بس على الرغم من إنه تركي مش عربي إلا إنه مهم جدا نضيفه معانا في القايمة دي وهتعرف السبب بالتفصيل كمان شوية فهو كان بيتكلم اللغة العربية وملك على أرض عربية مهمة جدا في وقت صعب وخطير قوي في تاريخ المسلمين فسنة 1095 ميلاديا أصبح ردوان ملك على إمارة حلب السورية بالتزامن مع وصول الحملات الصلبية على سوريا ولبنان وفلسطين بس ردوان بقى بدل ما يحارب الصلبيين اللي جايين يحتلوا بلاد الإسلام حارب أخوه دقاق ابن توتش ملك دمشق ورفض إنه يرسل جيشه لفك حصار الصلبيين على مدينة أنطاقيا سنة 1098 في وقت كان فيه الصلبيين فأضعف حالتهم وبيعانوا خساير كبيرة أما بقى لو بتسأل نفسك عن السرف ده فهو كره ردوان لحاكم أنطاقيا المسلم وبالفعل تم احتلال أنطاقيا وبعدها بشهور قليلة احتل الصلبيين القدس سنة 1099 يسكت بقى يا ردوان على كده؟ لا إزاي؟ ما كانش يبقى معانا في القايمة دي؟ ده كان مستعد للتحالف مع الشيطان ذاته لحماية مصالحه والتخلص من منافسيه فلك أنت تخيل إنه رفض الاتحاد والتعاون مع أي إمارة إسلامية أخرى لجهاد الصلبيين؟ لا وخد الأسوأ بقى ردوان عمل العكس تماماً وتحالف مع الصلبيين في أنطاقيا سنة 1102 وعقد معاهم معاهدة موزلة تنازل فيها عن عدة أراضي ودفع لهم ضريبة سنوية ووصلت به الخيانة والخنوع لدرجة أنه أمر بتعليق الصليب على مسجد حلب ولما تحرك الأمير مودود حاكم الموصل في شمال العراق بجيشه لمواجهة الصلبيين وتشكيل تحالف إسلامي ضدهم وقف ردوان أمام التحالف ده بكل قوة خوفاً من إنه يخسر عرشه ورفض تقديم المساعدة له مش بس كده بل إنه تآمر مع طائفة الحشاشين الشيعية والصليبيين على قتل الأمير مودود وبالفعل أتلوه في دمشق خلال صلاة الجمعة في رمضان سنة 1113 وبشكل مفاجئ تنتهي حياة ردوان بعدها بتلت شهور فكانت بكده خيانات ردوان من أهم الأسباب الرئيسية في نجاح الحملات الصليبية وضياع مقدسات المسلمين أما بقى لو عايز تقارن اللي حصل ده بأوضعنا الحالية شيل أنطاكيا وحط الاحتلال وشيل ردوان وحط شخصيات عربية انت عارفها كويس الراجل ده سنة 1163 ميلادياً كان وزير شيعي في أواخر عهد الدولة الفاطمية الشيعية في مصر واللي كانت ساعتها فأضعف حالتها فاستغل الصليبيين الفرصة وشنوا حملة كبيرة جداً لغزو مصر لكنهم فشلوا وانسحبوا وبعد خروجهم اشتعل صراع كبير على منصب الوزارة بين الوزير درغام وواحد شيعي تاني مايتخيرش عنه اسمه شاور ابن مجير السعدي فطلب درغام مساعدة الجيوش الصليبية ضد شاور مقابل انه يسلمهم مصر ويحكمها باسمهم ويدفعلهم ضريبة سنوية اما شاور فهرب لبلاد الشام وهناك استنجد بالبطل المسلم السلطان نور الدين زنكي وعرض انه يدفع له تلت ارادات مصر مقابل انه يحارب درغام فوافق السلطان نور الدين وارسل معاه جيش بقيادة اسد الدين شيركو وصلاح الدين الايوبي وبالفعل نجح الجيش ده في هزيمة الصليبيين وقتل درغام وعينه شاور في منصب الوزارة سنة 1164 بس تفتكر انت بقى شاور يسكت على كده؟ لا طبعا طمع وقرر انه يتخلص من اسد الدين شيركو وصلاح الدين الايوبي وارتكب نفس خيان الدرغام فتحالف مع الصليبيين وتحركوا سوى لطرد جيش نور الدين زنكي من نصر ودارت بين الطرفين معارك شرسة وعنيفة حوصر فيها صلاح الدين الايوبي لكن لحسن حظ المسلمين انتهت المعارك دي بهزيمة القوات الصليبية ومقتل شاور وتوحيد مصر والشام تحت حكم السلطان نور الدين زنكي نيجي بقى للخاين رقم 7 الملك الصالح عماد الدين اسماعيل الايوبي واحد من الخوانة اللي اضعه بطولات جده صلاح الدين الايوبي وفرت في تضحيات آلاف الشهداء المسلمين لطرد الصليبيين من القدس فبعد صلاح الدين انقسمت دولته الايوبية بين أولاده وأحفاده وتولى الصالح اسماعيل حكم بلاد الشام سوريا وفلسطين والأردن من 1237 ل 1245 فقرر الصالح اسماعيل انه يحارب ابن أخوه نجم الدين ايوب ويدم مصر الحكمه والتحقيق الهدف ده طلب المساعدة من الصلابيين والانضمام معه بجيوشهم عشان يحارب ابن أخوه مقابل انه يتنازل لهم مش بس عن مدينة القدس اللي حررها صلاح الدين لا وانما عن فلسطين كلها فوافق الصلابيين وانطلقوا مع جيشه لمحاربة ابن أخوه وبالقرب من مدينة غزة دارت بينهم معركة رهيبة لا تقل أهمية عن معركة حطين وهي معركة هيريبيا سنة 1244 واللي انهزم فيها الصلابيين هزيمة ساحقة وتمكن السلطان نجم الدين ايوب من طرد الصالح اسماعيل من بلاد الشام وضمها لمصر وتحرير بيت المقدس عشان تفضل القدس من وقتها في ايد المسلمين الى ان احتلها الانجليز سنة 1917 وده بمساعدة من خوانة عرب آخرين الرجل ده هو صاحب أغرب خيانة في التاريخ عمرك سمعت عن ملك طلب من دولة تانية انها تحتل بلده وتحارب جيشه اهو الخديوي توفيق عمل كده فهو تولى حكم مصر من 1872 ل 1892 وكانت مصر وقتها تبع الدولة العثمانية وبتواجه أزمة مالية ضخمة جدا وبسبب سوء الأوضاع الداخلية وفساد الخديوي اشتعلت الثورة العربية سنة 1881 بقيادة البطل أحمد عرابي فما كان من الخديوي توفيق إلا أنه خان بلده وشعبه وجيشه وطلب مساعدة بريطانيا لحماية عرشه وبالفعل وافق الإنجليز فرصة لا تعود الصراحة واحد بيقولهم تعالوا احتلوا بلدي يرفضوا وبحجة حماية الخديوي والأجانب وقناة السويس وصل الأسطول البريطاني البحري لمدينة الأسكندرية ونجح في احتلالها في يوليو 1882 ساعتها بقى راح الخديوي توفيق للأسكندرية يحتمي بالاحتلال الإنجليزي ويستقبل قائد الأسطول البريطاني مش بس كده ده كمان عشان توفيق يسهل على الإنجليز احتلال مصر أمر أحمد عرابي بوقف المقاومة وتسليم نفسه ولما رفض عرابي أصدر توفيق قرار بعزله واتهمه بالخيانة تخيل وسرعان ما نجح الإنجليز في هزيمة جيش عرابي في معركة التل الكبير واحتلال مصر بالكامل لأكتر من 73 سنة ومن مصر انطلقت الجيوش البريطانية لاحتلال البلاد العربية القريبة أما الخديوي توفيق بقى فبعد الاحتلال بسنتين تنازل لبريطانيا عن حكم السودان وسلمها هي كمان للإنجليز فتم مكافئته بإبقاءه في منصبه مدى الحياة لحد سنة 1892 لكن بلا أي صلاحيات فالسلطة الفعلية كانت في إيد بريطانيا الشخص ده مش بس خان العرب والمسلمين مرة واحدة وإنما مرتين على الأقل فهو واحد من أولاد الشريف حسين بن علي أمير مكة اللي بيرجع نسبه للرسول صلى الله عليه وسلم لكن النسب الهاشمي الشريف ده لم يمنعهم من خيانة الخلافة العثمانية والتحالف مع الإنجليز بقواتهم لضرب العثمانيين المسلمين من ظهرهم في الحجاز خلال الحرب العالمية الأولى وكل ده تحت شعار الثورة العربية الكبرى واللي كان فيصل أحد أهم رموزها فلك أنت تخيل أنه بالتعاون مع الجسوس البريطاني لورنس العرب قاد فيصل القوات العربية لضرب العثمانيين في الأردن وسوريا وقطع خطوط إمدادهم وده بهدف تطويق الجيش العثماني الموجود في فلسطين ودعم تقدم الجيش البريطاني اللي رايح يحتلها وقدت هجماته في الأردن لهزيمة العثمانيين في فلسطين وسقوطها في إيد بريطانيا وشكر الجنرال ألمبي قائد الجيوش الإنجليزية اللي دخلت القدس فيصل على دوره الكبير في خدمة بريطانيا ومكافأة له تم تعيين فيصل ملك على سوريا بس طبعا بعد موافق على تأسيس وطن للناس التانية في الأرض المقدسة دي الخيانة الأولى أما الخيانة التانية فحصلت سنة 1920 لما نزلت قوات الاحتلال الفرنسي في بيروت بهدف احتلال سوريا ولبنان ساعتها رفض الشعب السوري وقرر مقاومة الاحتلال واستعدوا للحرب لكن مش هتصدق لو عرفت أن فيصل أمر القوات السورية بتسليم سلاحها وعدم المقاومة وسلم المدن السورية للاحتلال وكل ده مقابل أن فرنسا تخليه يحكم سوريا تحت الاحتلال وبالفعل بسبب خيانته دي سقطت سوريا في إيد الاستعمار الفرنسي وأرسل له الجنرال جورو قائد القوات الفرنسية يشكره شوف يا أخي واحد يشكره على القدس واحد يشكره على سوريا حاجة عر والله المهم ثار الشعب السوري في دمشق ضد الخيانة في 20 يوليو من نفس السنة فما كان من فيصل إلا أنه أمر حرسه بقيادة أخوه الأمير زايد الهاشيمي بقتل الثوار فستشهد 25 شخص وأصيب 200 وبكده احتلت فرنسا سوريا لكن المفاجأة بقى أن فرنسا غدرت بفيصل وطردته من سوريا قالت لك واحد خان دينه وشعبه وأكيد هيخنى فقرر الإنجليز تعيينه ملك على العراق تحت الاحتلال البريطاني وفضل في الحكم هناك بقية حياته لحد سنة 1933 رابع واحد معنا في القايمة دي هو نوري هزاع الشعلان الشخص ده دينه الفلوس اللي بيدفعله بيخنله هو زعيم قبيلة الراولة في سوريا والأردن من 1904 ل 1942 ومن أولها كده عشان يكون زعيم على قبيلته أتى لإخواته وفي البداية كان حليف وتابع للدولة العثمانية إلى أن اشتراه الإنجليز سنة 1917 عن طريق جسوسهم لورانس العرب وده لمحاربة العثمانيين بقوات قبيلته في الحرب العالمية الأولى والانضمام للثورة العربية الكبرى فشارك معاهم ومع الأمير فيصل بن الشريف حسين في احتلال مدن درعة ودمشق وكان له دور مهم جدا في سقوط سوريا والأردن في إيد الإنجليز ولما خلصت مصلحته مع الإنجليز واحتل الفرنسيين سوريا باع الشعلان نفسه وجيش قبيلته لفرنسا ومش أتصدق لو عرفت أنه مش بس رفض مقاومة الاستعمار الفرنسي لا بالعكس ده كان بيقوم بحماية المناطق الصحراوية السورية من السوريين لصالح فرنسا تخيل لكنه سرعان مخان فرنسا لما أوقفت دعمها المالي له وتحالف مع ملك الأردن عبدالله الأول ابن الشريف حسين اللي دفع له فلوس كتير عشان يحارب معاه ضد ملك السعودية عبدالعزيز آل سعود بس نوري الشعلان زي ما خان العثمانيين لصالح الشريف حسين وولاده والإنجليز لصالح فرنسا خان ملك الأردن لصالح الملك عبدالعزيز آل سعود سنة 1926 وتحالف معاه وزاوجه حفيته الأميرة نوف بنت نواف الشعلان لكن على الرغم من خياناته الكتير قوي دي إلا أن نوري الشعلان بعد الحرب العالمية الأولى رفض التقسيم اللي حصل للدول العربية وتأسيس دولة الأردن بس سوعة تفتكر أن ده عشان هو وطني ومجاهد وكده لا لا سمح الله وإنما لأن التأسيم أضعف قوة قابلته وفشل في تأسيس دولة له في سوريا وبعد ما أصبح أغنى زعيم قبيلة في المنطقة العربية كلها انتهت حياته بسلام سنة 1942 رقم 3 الملك عبدالله الأول ابن الشريف حسين اتولت سنة 1882 في مكة أقول لك عنه إيه ولا إيه ولا إيه؟ أقول لك أنه كان مرسال أبوه الشريف حسين للتواصل مع قادة الاحتلال البريطاني في القاهرة للحصول منهم على الفلوس والسلاح لخيانة الدولة العثمانية وإنه أحد أهم محاور الثورة العربية الكبرى اللي أسقطت الخلافة وتسببت في تقسيم واحتلال خامس بلاد عربية هما سوريا ولبنان والأردن وفلسطين والعراق ولا أقول لك أنه كان بيحاصر بقواته المدعومة من الإنجليز الجيش العثماني في المدينة المنورة لمدة سنتين لحد ما جوع أهلها وأكلوا الجراد لكن لو فاكر أن دي كل خيانات عبدالله الأول فأنت أكيد غلطان دي كانت مجرد البداية فسنة 1921 قرر الإنجليز مكافئته على دوره الكبير في خدمتهم وعينوه ملك على دولة صغيرة صنعوها له اسمها إمارة شرق الأردن واللي منها ضرب العرب والمسلمين في ظهرهم أكتر من مرة فخلال حرب 1948 اللي ضارت بين الناس التانية اللي لما بنقول اسمهم بيزعلوا وخمس دول عربية هما لبنان وسوريا والعراق والأردن ومصر واللي كانت بهدف الدفاع عن الأرض المقدسة ومنع تقسيمها خان عبدالله الأول الجيوش العربية في الحرب دي مش مرة واحدة وإنما مرات فخد عندك وافق على خطة تقسيم الأرض المقدسة وتفوت سرا مع الطرف الآخر فلاك أنت تخيل أنه لم يدخل حرب 48 لتحرير الأرض المقدسة لا لسامح الله وإنما بسبب الضغط الشعبي والتنفيذ قرار تقسيمها بين العرب والناس التانية ومش هتصدق لو عرفت أنه وضع جيشه تحت قيادة جنرال بريطاني اسمه جولوب باشا وشوف المفاجأة بقى في عزم الحرب مشتعلة أجبر عبدالله الأول القوات الأردنية والعراقية على تسليم عدة مدن ومواقع مهمة وتم تسليم مدن زي الليد والرملة مش بس كده ده كمان الملك عبدالله الأول بلغ العدو بأماكن تحرك وتمركز القوات العربية والخطط العسكرية للعرب واللي قدت في النهاية لهزيمة خامس جيوش عربية هزيمة ساحقة فتم مكافئته بعد انتهاء الحرب بضم الضفة الغربية وشرق مدينة القدس للأردن وبسبب كل خياناته السابقة دي ضد المسلمين والعرب قام شاب فلسطيني اسمه مصطفى شكري عشه سنة 1951 بقتل عبدالله الأول رقم اتنين الملك الحسن الثاني هو ملك المغرب من سنة 1961 ل1999 كانت خيانته سبب غير مباشر في هزيمة العرب في حرب 1967 وكانت بدافع التخلص من أكبر معارض مغربي له موجود في فرنسا اسمه مهدي بن بركة واللي كان بيشكل صداع للحسن الثاني وبيهدد عرشه تفتكر انت بقى الخيانة دي حصلت ازاي؟ اسمع بقى فسنة 1965 وتحديدا من يوم 13 ل 17 سبتمبر قررت الدول العربية عقد قمة عربية في مدينة الدار البيضاء في المغرب عشان يناقشوا اذا كانت الدول العربية مستعدة للدخول في حرب ضد الاحتلال ولا لا والمقصود هنا حرب 1967 شارك في القمة دي 12 دولة عربية بما فيهم الحكام العرب ووزراء الدفاع وقادة الجيوش والمؤسسات الأمنية ساعتها عرض المساد على ملك المغرب التخلص من مهدي بن بركة مقابل التعاون معاهم فقبل الحسن الثاني بالعرض ووفر لأفراد المساد أماكن في الفندق المخصص لاجتماعات القمة العربية وشوف الكارسة بقى سمح لهم بوضع أجهزة تنصت واستماع داخل قاعات الاجتماعات العربية عشان يتجسسوا على الحكام العرب ويسمعوا كل كلمة بيقولوها تخيل وفي الاجتماعات دي صرح القادة العرب بأن جيوشهم غير مستعدة للحرب وقال الرئيس المصري جمال عبد الناصر أن سلاح المدرعات المصري بحالة سيئة جدا وغير جاهز للحرب وحصلت خلافات حدة وخناقة بصوت عالي بينه وبين الملك حسين ملك الأردن وبناء على التسريبات دي كلها عرف الطرف الآخر بضعف الجيوش العربية وإن الدول العربية في انقسام وصراع وإن فيه مشاكل كبيرة جدا بين حكامها وإن موضوع الوحدة العربية اللي كانوا مرعوبين منه طلع ولا حاجة كل ده شجع الطرف الآخر على اتخاذ قرار إعلان الحرب ضد مصر وسوريا والأردن في حرب 1967 واللي طبعا زي ما انتعارف انتهت بهزيمة كارثية راح فيها الجولان وسينة والضفة الغربية والقدس واتدمرت أغلب الجيوش العربية أما الموساد وفى بوعده واختفى المعارض المغربي مهدي بن بركة ومن ساعتها محدش يعرف عنه حاجة والأرجح أنه تم قتله داخل فرنسا رقم واحد الملك حسين ابن طلال ده بقى في حتة تانية خالص فهو كان جسوس برتبة ملك واشتغل في خدمة اتنين من أجهزة المخابرات الأجنبية اتولت سنة 1935 وأصبح ملك على الأردن من 1952 ل1999 وقصصه مع الخيانة كتير جدا فالملك حسين كان أهم عميل للمخابرات المركزية الأمريكية السي اي اي في الشرق الأوسط وهو الأعلى أجرا من بين كل عملائها فكان بيعمل كجسوس تحت اسم كودي مستعار هو مستر نو بيف وكانت وظيفته هي التجسس على الدول العربية والحكام العرب مقابل راتب شهري حوالي مليون دولار شهرياً لمدة 20 سنة ولو مش مصدق وليك حق طبعاً شوف اللي كتبوا الصحف الكبير بوب وودورد في الواشنطن بوست يوم 18 فبراير 1977 لما قال إن الرئيس الأمريكي كارتر اكتشف إن السي اي اي بتدفع ملايين الدولارات سنوياً للملك حسين لمدة 20 سنة وإن المبلغ كان بيسلم شخصياً له عن طريق مدير مكتب السي اي اي في عمان منذ عام 1957 مقابل تسليم الملك حسين معلومات همة وخطيرة للمخابرات الأمريكية واللي أحطت الملك بمرافقات جميلات من عناصرها زي ليزا الحلبي تاني جهاز مخابرات اشتغل معاه الملك حسين كعميل هو المساد ودار بينه وبين رئيسة الوزراء جلد مائير عدة لقاءات أغلبها بمبادرة منه زي لقاءه معاها في باريس سنة 1965 لما طلب مساعدتهم ضد المقاومة وجمال عبد الناصر وسوريا وطلب إنهم يسمحوا الأمريكا ببيع أسلحة للأردن مقابل تعهده بعدم استخدامها ضد الاحتلال وأكيد مش محتاج أقول لك إن عملة الملك حسين وخيانته كانت ورى الكتير من البلاوي والكوارث اللي حلت بالمنطقة العربية وده بسبب التسريبات اللي كان بيوصلها للمخابرات الأمريكية والمساد وده غير دوره الكبير في إفشال الوحدة العربية بين مصر وسوريا خوفاً على عرشه ولحماية العدو اللي كان وقتها بين كماشاً مصر من الجنوب وسوريا من الشمال أكيد طبعاً مر عليك فيديو أو سمعت عن خيانات الملك حسين الشهيرة في حرب أكتوبر 1973 ولو ما سمعتش خلينا فجأك وأقول لك إنها كانت خيانة مزدوجة فهو مش بس أخذ طيارة في شهر سبتمبر 1973 يعني قبل الحرب بشهر واحد ورح تلق أبيب عشان يبلغ رئيسة الوزراء جلد مقير ويحذرها من إن مصر وسوريا بيستعدوا لشن حرب لا ده حسب مقال نشر على لسان الجنرال نائب رئيس المخابرات العسكرية إن الملك حذرهم مش مرة واحدة وإنما ثلاث مرات على الأقل في شهور مايو ويوليو وآخرهم في سبتمبر 73 لكنهم كانوا بيرفضوا يصدقوه لكن اللي ناس كتير ما تعرفوش ومحدش بيتكلم عنه هو إن الملك حسين في حرب اكتوبر 73 رفض طلب من الملك فيصل ملك السعودية بإدخال فرقة عسكرية سعودية عبر الأردن للمشاركة في الحرب في وقت حرج كان فتح الجبهة الأردنية هيساهم بشكل كبير جدا في تخفيف الضغط على مصر وسوريا والمساهمة في استعادة الضفة الغربية والقدس وسنة 2019 قرر الاحتلال مكافئة الملك حسين وتكريمه على خدماته الكبيرة والجليلة والاحتفال بمناسبة مرور 20 عام على رحيله وإطلق اسمه على أحد شوارع القدس وبكده نكون اتكلمنا عن أسوأ 10 خوانة في تاريخ البلاد العربية ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمله لايك وتشاركه مع أصحابك عشان يوصل لناس أكتر تشترك في القناة وتفعل الجرس وتستنى الحلقة الجديدة وتشوف الحلقة اللي فاتت وقل لنا رأيك في التعليقات والمواضيع اللي تحب نتكلم عنها شكرا